اعربى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى عن شكره وتقديره على برقية التهنية التي تلقاها جلالته من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى التي هنى فيها سموه جلالة الملك بالإنجاز الذي حققته البحرين في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيلة بعد أن حققت ميداليتين فضية وذهبية وقد شهد جلالة الملك المفدى بالجهول المتميزة التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي البحريني في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير مثمن أن جلالتها الاعداد الجيد والمتابعة الدقيقة التي قام بها سمو الشيخ خالد والتي قادت لأحراز هذا الفوز المشرف كما شكر جلالتها العداءتين البحرينيتين العداء الروث جيت التي فازت في سباق 3000 متر موانع للسيدات وحصولها على الميدالية الذهبية والمتسابقة أونس كيروا الفائزة بالميدالية الفضية في سباق الماراثون والعداء البحريني علي خميس بوصوله للدور النهائي في مسابقة 400 متر جاري رجال كما هن جلالته جميع المشاركين البحرينيين في الألعاب الأولمبية على هذا النجاح ومظهرهم روح رياضية عالية وقدرة متميزة على خوض السباقات بروح تنافسية شريفة تعكس تحضر ورقية أهل البحرين ترجمة نانسي قنقر